ومشاهدنا الكرام نعتذر عن هذه التقطعات التي شابت هذا اللقاء طبعا وعود إلى ضعف شبكة الانترنت على مستوى المدينة وهي أمور خارجة عن إرادتنا إذن مشاهدنا الكرام نعود إلى ولاة تقاند حيث تتواصل الحملات الدعائية للانتخابات النيابية والبلدية والجاوية في مدينة تشكجا ويبذل ممثل الأحزاب السياسية المتنافسة كل الوسائل التعبوية لاستقطاب أكبر قدر من المواطنين من خلال إقابة سهرات فنية يتم من خلالها التعريف ببرامج المترشحين ليلة أخرى من ليالي الحملات الدعائية للانتخابات النيابية والبلدية والجهوية تميزت بعقد عدة أشطات دعاية لعدد من الأحزاب السياسية المتنافسة على مستوى مدينة تشكجا حيث ترأس رئيس حزب حاتم مهرجانا بمقر الحزب بمدينة تشكجا تحدد فيه عن برنامج المترشحين للمقاعد النيابية والبلدية مرشح حزب الإصلاح على مستوى مدينة تشكجا ترأس صهرات دعاية قدموا خلالها برنامجهم الانتخابي مؤكدين خلال مداخلاتهم على أهمية التركيز على شعارات الحزب وشرح طرق التصويت له كما تميزت صهرات حزب الإنصاف التي يقيمت في مقره المركزي داخل المدينة بتقديم عروض ذنية وواصلات دعاية لمرشح الحزب على كافة اللوايح الانتخابية حزب التحادق والتقدم نظم أيضا صهرة دعاية ترأسها مرشح الحزب لمصيب العمدة قدم فيها برنامجه الانتخابي داعي الحضور إلى التصويت للوايح الحزب المتنافسة على المراكز الانتخابية تختلف برامج المرشحين باختلاف الأحزاب السياسية المتنافسة هنا في مدينة تيججا وإن كانت تتفق في سعيها لكسب والدناخبين هي تقوم بتبسيط تلك البرامج لجعلها تلامس شغالات وهموم المواطنين عبدالله أهل السلام الموريتانية مدينة تيججا